اللهم يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تغلطه كثرة مسائل ولا يشغله سائل عن سائل نعوذ برضاك من صفتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا من قد غلب بقهره كل شيء ووسع برحمته كل شيء وعم بلطفه عبادة يا من لا ييأس بروحه المؤمنون ولا يقمق من رحمته المسرفون ولا يأمن من عقابه المذنبون وعفو عنا فإنك أنت العفو الرحيم هو أحد أعلام الأظهر الشريف وكان له دور كبير في حفظ التراث الإسلامي من الهندثار كذلك سيذكر له التاريخ الدور الوطني والبطولي الذي أدى في حفظ حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل هو فضلة الشيخ محمد حسنين مخلوف في مصر أرض المجددين يتمثل محور الإمام محمد حسنين مخلوف التجديدي في إدراك الواقع إدراكاً عميقاً وفي الاهتمام بالعلوم وبحفظ مصادرها فقد كان أول أمين لمكتبة الأظهر الشريف وألف كتابه الماتع في الدفاع عن حق مصر في حقها من مياه النيل فيما أسماه الجواب النبيل في سكر نهر النيل وحرم ما يفعله الآخرون من محاولة حرمان مصر من نصيبها في الماء رحم الله الإمام محمد حسنين مخلوف رحمة واسعة فضيلة العلم الجليل وفص دكتور علي جمعة أهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً بكم مرحباً أهلاً بكم مرحباً لو تحدثنا عن فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف ومشروعه التجديدي فماذا سيكون في الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه فضيلة الإمام الشيخ محمد حسنين مخلوف ولد سنة 1861 يعني على بداية القرن كان عنده حوالي أربعين سنة تسعة وثلاثين سنة وانتقل سنة ستة وثلاثين ومعنى كده يعني عنده خمسة وسبعين سنة رحمه الله تعالى 1861 يعني أدرك الأكابر يعني لما مات الشيخ محمد عبده كان هو عنده حوالي أربعة واربعين سنة فلما جات ثورة التسعتاشر كان عنده تسعة وخمسين سنة أو تمانية وخمسين سنة يعني هو من صناع أحداث هذا القرن العشرين يعني أو بدايات القرن العشرين حفظ القرآن ونزل إلى مصر دارسا في الأزهر على النظام القديم ووصل إلى أن أسند إليه في أواخر القرن التسعتاشر أمانة مكتبة الأزهر مكتبة الأزهر مكتبة حافلة لأن علي باشا مبارك جمعها من الأروقة وحفظ عليها كده كما جمع دار الكتب النصري يقول أبو الوفى المراغي وكان أمينا لقد قام الشيخ محمد حسنين مخلوف بحفظ التراث وبإكمال النواقص ولو أن المكتبة استمرت على سياسته لكنت ترى فيها العجب العجاب لو استمرين على الخطة التي وضعها محمد حسنين مخلوف إذن هو رجل إداري ورجل فني كان يأتي بالكتاب فيرى فيه صفحة ناقصة فيبحث عن نسخة أخرى منه وينسخ هذه الصفحة الناقصة ويكملها حتى خدم كل كتب المكتب هذا عمل شاق للغاية وفني للغاية وعلمي للغاية لكن يعني الناس دي كان ربنا منور بصيرتها وعطيها خبرة تراكمية ورثوها عن آبائهم بما هو ليس موجود في كتاب يعني ده فن فن منقول عن التربية والآباء في هذه العصور محمد حسنين مخلوف هن الأزهرية يقولوا عن إيه أبو حسنين أبو حسنين جيه أبو حسنين راح ما يندهوش باسمه محمد يقوله أبو حسنين حسنين ده اللي هو ابنه الذي صار مفتيا في ولايتين صار مفتيا من 48 ل50 وصار مفتيا من 52 إلى 54 فمحمد كان صديقا وزميلا ويمكن نقول تلميزا أيضا للشيخ محمد بخيط المطيعي وكان يحضر عند الشيخ محمد بخيط المطيعي الكتب والشيخ محمد بخيط المطيعي في بيتهم كان يقرأ الشفاء لابن سينة الشفاء في هذا العصر كان مطبوع في إيران في عشرين مجلد فكان يقرأه في والأوراق لقطب الشيراز في المنطق وكان أبو حسنين ترقى في المناصب حتى صار وكيلا للأزهر في هذه الرحلة المهمة ألف كثيرا من الكتب موقفه من التراث إيه هو علشان نعرف هو مجدد ولا مش مجدد حصل في سنة عشرين خلي بالك بقى سنة عشرين ديه معناته أن عنده ستين سنة تسعة وخمسين سنة فحصل في هذا الوقت أن الإنجليز من أجل أن يجعلوا الشركات الإنجليزية تشوف شغل وأرزاق ويدخلوا لها دخل عملوا لها مشاريع زي سد النهضة بتاع أسيوبيا دلوقتي في السودان عشان يعملوا شغل ومصر دي مش ضروري منها يعني فالمصريين اعترضوا فتشكلت لجنة والمصريين اعترضوا وأنشأوا رأيا عاما ضد هذا الذي يحدث لأن هذا سيقلل نصيب مصر من المياه هي المشكلة اللي احنا قاعدين فيها مع أسيوبيا الناس خايف التأثر على حصد مصر احنا نتكلم دلوقتي طبعا لها تاريخ طويل لكن احنا نتكلم 1920 والكلام كان أساسا في السودان مش في الحبشة بعد كده جه في الحبشة على فكرة قبل الحاجات اللي لها تاريخ طويل فتشكلت لجنة اللجنة دية كان فيها واحد اسمه كوكس المهندس كوكس ده كان عندنا هنا في الاناطر كان مسك الاناطر وعلى فكرة المهندس كوكس ده هو مسك ضرب كتب واخد بالك المهندس بتاع الاناطر وكان يدعو دعوة غريبة جدا رد عليها الدكتورة نفوسة زكريا في جامعة اسكندرية في الدكتوراه الدعوة الى العمية يعني عايز الناس تتكلم بالعامي مش بالعربي وندرس العمية مش بالعربي كوكس ده هو هو وواحد تاني معاه راحوا كان اسمه كيندي راحوا قالوا لا المصريين هم عندهم حق ويجب ايقاف هذه المشاريع التي ستقلل المياه في هذا فولد امريكي كان اسمه كوري كوري الامريكي ده هو جيه يقف مع الشركات بتاعة الانجليز اللي عايزة تاكل عيش على قفى المصريين فكوري عمل لجنة تانية واللجنة دي وصلت الى القيادة الانجليزية فعملت لهم لجنة تالتة تحكم بينهم ووقفت مع كوري والمؤولين والشركات ضد كوكس وكيندي اللي هم كانوا وقفين مع مصر سحبوا الجنسية من كيندي ده هو وقالوا الكوكس اوه هتتكلم ساكت كده هو ما تتكلمش ولا في صحافة ولا في اي حاجة وساكت عبدالله باشا وهبة كان مفتش راي قال الله واحنا نسيب الانجليز يلعبوا بينا بدا لجنة وده لجنة وده يقول وده يعيد احنا نعمل لجنة وسمها اللجنة الوطنية كوري راح لناس باكستانيين موجودين في انجلترا وقال لهم ايه رأيكم شرعا وراح مدخل الشرع طبعا دي لجان فنية ما كان ينبغي ان يحدث هذا لما لقى اللجنة الوطنية انه راح مدخلين الشرع من الناس قاعدين في انجلترا ما يعرفوش خلفية الموضوع ايه اساسا يعني هو يعرفوها بس هم وفين مع الشركات اللي انجليز يلعبوا على حساب المصريين فراحوا الشيء عبدالله باشا راح لمحمد حسنين المخلوف ابو حسنين مزموط وقال له يا سيدنا الشيخ عايزين نشوف رأي الشرع في سكر النهر سكر النهر يعني حبسه وسده حتى يتعله ماء او يأخذ منه ويحرم منه الاخرين المسألة دي يعني مسألة عجيبة غريبة ديها دعوة بالواقع لكن راحوا لذلك العلامة الذي فتش الكتب وكتب لهم فتوى رائقة فائقة على المداهب الاربع طيب اساسا فاطلتك نعرف الفتوى بعد الفاصل بعد الفاصل نعرف لنها مهمة جدا نتخص نهر مين سكر النهر بالزبط يعني سكر النهر ده الفعل سكر النهر ده يبقى المصدر بتاعه سكر سكرا برك الله فيكم مولانا اساسينكم بعد الفاصل خليكم معنا موسيقى بقرية بني عدي القرشي بأسيط ولد شيخنا العلامة محمد حسنين محمد مخلوف في تلك البلدة العريقة ذات التاريخ المشرف والبيئة الصالحة التي طرعرع فيها مخلوف على يد كبار العلماء والشيوخ بالقرية آنذاك من محافظة أسيط إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة تلك كانت رحلة علم الإمام مخلوف فهنا في رحاب الصالحين الباحثين عن العلم التقى الإمام بأعلام الفقه والدين ليبدأ من هنا مسيرة علمية فريدة بليئة بالإصلاح والتنوير ومنطقة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة هي منطقة عامرة تتميز بموقعها الفريد داخل مدينة القاهرة فهي قبلة لكل من تعلق قلبه بالعلم وبجمهرة علمائه الأطياب الأخيار ومزار سياحي هام لكل من يريد رؤية روعة البناء الإسلامي ويستشعر الروح المصرية الأصيلة في كل شوارعها مرحبا في الدكتور علي جمع مرة أخرى أهلا بكم مولانا أهلا وسهلا بكم مرحبا طيب كان إيه بقى رد فضيلة الشيخ على طلب الفتاة من عبدالله باش هواهبي عشان الشركة الإنجليزية عايزين يسكروا نهر النيل عن مصر ما هو لو كنت يعني فاكر الأفلام الأديمة يقولك دول جموا سكروني المحل يعني أفلوه فسكر النهر أي أغلقه حبسه سده سكر النهر فليه استعمل كلمة سكره لأنها هي الكلمة التي استعملها الفقهاء في كتبه ما حكم سكر النهر من أعلاه ومن أسفله إحنا نعد الأسفل المصاب ودكهة أعلى لأن الأرض عاملة كده مظبوط والمية قاعدة تتضحرج إلى المصاب يبقى بتصب في البحر فهي يقولك إيه مصر السفلة ومصر العليا يقولك أبر إيجيبت أبر إيجيبت يعني الصعيد اللي هو مصر العليا عليا في مستوى الأرض دي مرتفع عن سطح البحر لكن دي مع سطح البحر في اسكندرية بقى ورشيد وكفر الشيخ هيسكر لي النهر من هنا فده اللي خلى الشيخ يألف كتابه الماتع الجواب النبيل في سكر نهر النيل المسألة دي هي موجودة في التراث موجودة في التراث وموجودة في المذاهب الأربعة وموجودة في المذاهب الأربعة وليها أدلة من الشرع من ناحية الأحكام الشرعية ديها أدلة من الشرع ولكن ما كان للمتشرعين أن يدخلوا في المسائل الفنية إلا لما السيد كوري راح لبعض غير أهل الحجة من القاصرين اللي استدلوا بآية أو استدلوا بحديث يقولك الناس شركاء في سلاس أيوة صحيح الحديث صحيح بس ملوش دعوا بالقصة دي ده انتهتوقع الضرر بي ودي لها أحكام يقولوا ونبئهم أن لكل منهم شرب يوم شرب يوم معلوم أو شرب محتضر أيوة شربوا هنحضروا كل حاجة لكن إيه علاقة ده بدأ أصلا دي في ناقة صالح طب ما هي ناقة صالح ده بير خاص لكن النهر بتاعنا ده ده نهر عام يبقى قياس مع الفارق ما ينفعش أنتوا بتلخبطوا كده فهذا العلم وهذا التأصيل وهذا وعلى فكرة الشيخ محمد حسنين مألف في الأصول على الشوكان غاية السول فإذن الرجل فاهم فاهم يقرأ التراث إزاي ويستفيد إزاي ويحول إزاي إلى الواقع المعيش خدمة للوطن خدمة للقضايا المصيرية خدمة لكل جدال مجمع البحوث الإسلامية وهيئي كبار العلماء لقوا كتاب لقوا كتاب ده من في الأضابير فحققوه وطبعوه اتوزع في معرض الكتاب اللي فاده اللي هو الجواب النبيل للشيخ محمد حسنين مكلوف والجواب النبيل في حكم سكري نهر النيل واستطاع به إن هو يفند شبهات الأستاذ كوري الأمريكاني ده وشبهات المقيمين من المسلمين في لندن من الكومن ويلس وأورد نصوصا عجيبة غريبة من ضمنها من ضمن هذه النصوص أن الحنفية يمنعون هذا مطلقا فكرة أي غلق لمجرمائي قد يدور منه الناس واخد بالا ديك هتيقولك بالاتفاق أو مثلا بالتناوب أو مثلا بكال لكن الحنفية قوله مطلقة ما يتقفلش خالص ما يتقفلش خالص ليه يا حنفية ليه ما احنا هنتفق مع بعض انه يقفلوه كده قال حالا ومآلا يعني انت من تش عارف بكرة يحصل ايه صح يبقى ازاي تسده واخد بالك ازاي نمر اثنين سده سيغير ما خلق الله وَلَتُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ده إبليس هو اللي بيدي كده فقالوا ايه قالوا قالوا حاجة بتدرس الانف الهيدروليكا في كليات الهندسة وهو انه النيلو هو ماشي كده ماشي الهي مزبوط فلو عملت السكر ده اختلت الضفاف يعني الضفة من هنا تختلوا والضفة من هنا تختلوا فنهوا عن السكر والكاري الكاري بقى انك انت تفتح منه حاجة تودي المياه تفريع التفريع دي لها أصول إذا خرجت عن الأصول يبقى لا ينوز السكر والكاري الراجل جاب عجب ومن الكتب يبقى موقفه من التراث هو استعمال التراث فيما هو نافع وفيما هو قائم في الانفع فيه مصلحة للناس من التراث فيه مصلحة للناس فيه مصلحة للناس فيه مصلحة للناس عطى دال عبدالله باشا وهبي وعبدالله باشا وهبي في اللجنة الوطنية يعني ايه فضح الانجليز وفضح الألعاب بتاع الكوري والناس دي نعم فادي ده أثر مشروع الشيخ محمد حسنين كان ممكن يقولوا احنا منا صحيح ايه علاقة مع سد النهر ولا ما سد شو ما واجب سد النهر ايه لكن لانهم قتلوا التراث بحثا تعمقا زي ما امين الخلي كان يقول ان التجديد يحتاج الى ان تقتل التراث بحثا وتعمقا وفهما صحيح صحيح وإلا كان تبديدا لا تبديدا ادي الكلام و ادي المشاريع التجديدية اللي احنا علمائنا عملوها واللي اذا اردنا مشروعا تجديديا الان كان على ذلك النمط اقتلوا التراث بحثا واصروا عصير كده زي عصير زي اللمونة وانت بتعصرها وبعدين استفيد من مناهجه ولا تقف عنده مسائل انه في النهاية هيخدم ان هذا التراث بشكل او باخر في خدمة للمجتمع وخدمة البشرية شاكر فضل حضرتك فضيلة العلامة الوصد دكتور علي جمع على هذه الحلقة الرائعة الله يخليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا من السلوكيات الخاطئة الانشغال بالحديث في الموبايل اثناء القيادة وهي ظاهرة منتشرة بين الناس خاصة الشباب وهنا الوسائل تأخذ حكم المقاصد وهذه وسيلة قد تؤدي الى الحوادث وكم ادت الى الحوادث و الى الوفاة فيجب عليك ان تبتعد عنها وان تأخذ قواعد القيادة وان لا تفرط فيها حتى يرضى الله عنك يا رب نسألك لأولئك الذين وقعوا في إدمان المخدرات خفف عنهم واهدهم واشفهم وقوهم وقو عزيمتهم واهدهم الى سواء السبيل يا رب نسألك ان يتركوا هذا البلاء والوباء يا رب عافي من ادمن واراد وجهك واراد العودة اليك فرده اليك ردا جميدا اللهم امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة